استقبلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي 1117 مستفيدا ومستفيدا خلال شهر فبراير المنصرم في المناطق والقرى النائية بحضر موتى وحققت هذه العيادات المتنقلة أجاحا ملموسا من خلال الأعداد الكبيرة التي تتوافد إلى التواقم الطبية للحصول على الرعاية الصحية اللازمة والمجانية وأكدت الهيئة استمرارها في تسهيل العيادات الطبية المتنقلة للتخفيف من معاناة المواطنين في حضر موتى حيث عبر عدد من المستفيدين عن سعادتهم وجذير شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدين أن وصول العيادات المتنقلة بشكل دوري إلى قراهم خفف عنهم أعباء الانتقال إلى المستفيات في مراكز المدريات التي تبعد مئات الكيلو مترات لا سيما في ظل ظروف المعاشية الصعبة التي تشهدها البلاد